السلام عليكم ورحمة الله صرنا بالتمرين الثالث سفحة 113 اكتب العدد العقدي 1 زائد i جزر 3 بالشكل المثلثي ثم استنتج الشكل المثلثي ل1 نائص i بجزر 3 ثم اوجد العددين اولا بالنسبة للعدد 1 زائد i جزر 3 لكتابته بالشكل المثلثي نحسب r اولا هو جزر 1 زائد مربع جزر 3 جزر الاربعة ويساوي 2 انكو ساين تيتا هو x على r وساين تيتا هو y على r اذا تيتا هي عبارة عن p على 3 اثنينات مجمين فهي في الربع الاول اذا العدد 1 زائد i بجزر 3 هو 2 بي كو ساين ال p على 3 زائد i بساين ال p على 3 اما بالنسبة للعدد 1 نائص i وجزر 3 لاحظ ان هذول العددين مترافقين فالنظيم هو نفسه والزاوية هي سالب زاوية العدد يعني ناقص بي على 3 كو ساين ناقص بي على 3 زائد i بساين ناقص بي على 3 اثنين العددين المترافقين بالشكل المسلسي اذا نفس الر نفس النظيم والزاويتين متعاكستين بالاشارة الان احسب العددين زد واحد وزد اثنين طبعا انا رح احسب زد اثنين وانتو بتحسبوا زد واحد لحالكم بنفس الطريقة تماما ان زد اثنين يساوي واحد زائد اي جزر 3 يعني 2 بي كو ساين ال p على 3 زائد اي بساين ال p على 3 ناقص اثنين بي كو ساين الناقص بي على 3 زائد اي بساين الناقص بي على 3 اثنين الان بتطبيق موافر اثنين اثنين وثلاثين ومنضرب الزاوية بخمسة فبتصير كو ساين خمسة بي على 3 زائد اي بساين الناقص بي على 3 ناقص اثنين قص خمسة هي كمان اثنين وثلاثين بي كو ساين الناقص خمسة بي على 3 زائد اي بساين الناقص خمسة بي على 3 الآن عملية طبعا هنفك الأقواص هم بصير اثنين وثلاثين كو ساين خمسة بي على 3 زائد اثنين وثلاثين اي بساين خمسة بي على 3 كو ساين ساين بزاوية هو كو ساين الزاوية يعني هاي ناقص بتروح بيضل عندي ناقص تنين وثلاثين كو ساين خمسة بي على 3 الآن بالنسبة للساين الناقص هاي تطلع لبرة تنضرب هون بتصير هاي ناقص وعندي ناقص بصارت زائد تنين وثلاثين اي بساين خمسة بي على 3 كو ساين تنين وثلاثين كو ساين هدول متعاكسين بيروحوا بيضل عندي زد اثنين يساوي تنين وثلاثين زائد اثنين وثلاثين هي اربعة وستين اي بساين خمسة بي على 3 الآن هنحسب كو ساين خمسة بي على 3 باستخدام دساتير الارجاع إذن زد اثنين يساوي اربعة وستين اي ضرب ساين هاكتب الخمسة بي بالشكل ستة بي ناقص بي على 3 ويساويزا نفرقنا الخمسة لها ستة ناقص واحد اربعة وستين اي بساين هلأ ستة بي على ثلاثة بمفرق البسط على المقام هنا ستة بي على ثلاثة هي اثنين بي عدد زوجي من الدورات يحزف بيضل عندي ناقص بي على ثلاثة الناقص هي بتطلع لبرة بيصير ناقص اربعة وستين اي بي ساين البي على ثلاثة ناقص اربعة وستين اي ساين الستين هي جزر ثلاثة على اثنين اذا زد تنين هو ناقص نختصر الاربعة وستين مع تنين ومع تنين بسين تنين وثلاثين اي بيجزر الثلاثة السؤال الرابع صفحة مية وثلاثة عش اكتب بالشكل المسلسي كل من الاعداد التالية العدد الاول هو كوسين بي على ثمانة زائد اي بي ساين بي على ثمانة وستة طبعا هون شو بنعمل بتطبيق الموافر هنضرب الزاوية بستة كوسين ستة بي على ثمانة اي بي ساين ستة بي على ثمانة كوسين ثلاثة بي على اربعة زائد اي بي ساين ثلاثة بي على اربعة العدد التاني هو ساين بي على خمسة زائد اي بي كوسين بي على خمسة قص ستة بهذا الشكل طبعا هاي لازم تكون كوسين وهاي ساين فباستخدام دستير الارجع رح حولهم هاي بتصير كوسين بي على ثنين ناقص بي على خمسة زائد اي بي ساين بي على ثنين ناقص بي على خمسة أو ستة بي على ثنين ناقص زاوية بالربع الأول وبالربع الأول كل النسب موجبة والبي على ثنين تقلل بالنسبة فهي بترجع كوسين لبي على خمسة كمان هون بيع اثنين بالربع الاول والسين موجب والبيع اثنين تقلي بالنسبة فالسين حتصير كوسين يساوي كوسين خمسة ناقص ثنين هي ثلاثة بي على عشرة زائد اي بسين ثلاثة بي على عشرة او ستة بتطبيق الموافر حتصير كوسين طمنتعش بي على عشرة زائد اي بسين طمنتعش بي على عشرة بالاختصار بتصير تسعة بي على خمسة زائد اي بسين تسعة بي على خمسة السؤال الطلب الثالث زي يساوي واحد زائد اي كوسين بي على تسعة زائد اي بسين بي على تسعة فهون حتى نكتب بالشكل المسلسي بدنا نحول العدد واحد زائد اي للشكل المسلسي طبعا النظيم هنا هو جزر اثنين والزاوية هي بي على أربعة بي كوسين بي على أربعة زائد اي بسين البي على أربعة بي كوسين طبعا اسيوا يد أربعة طبعا هاي واحد زائد اي شبه شهير يعني إنه النظيم جزر الواحد زائد واحد يعني جزر اثنين الكوسين واحد على جزر اثنين كوسين P على 9 زائد I بسين P على 9 إذن Z يساوي جذر 2 ضرب 1 النظيم هنا هو 1 إذن جذر 2 ومنجمع الزوايا بالضرب منجمع الزوايا زائد I بسين P على 4 زائد P على 9 بالإصلاح هنا جذر 2 كوسين 13 P على 36 بعد توحيد المقامات سين 13 P على 36 ونتابع في الفيديو القابل